مين؟ كيننا هذر بقى خلاص يا يونس يلا توكل على الله عايز اشتغل يلا بص يا يونس بنلعلك فيه مصمار ناطع من هينفعني النظام ده بقى ايه بس ايه مش عارف اشتغل وفيه المصمار ما خلص وباك انا هدوق المصمار ايه يا ابني ايه يا ابني انت في ايه بقالك ساعتين دلوقتي قعد قدامي ما قلتش انت عاوز ايه انا وراي الشغل مش فاضي الشغل؟ على سمير برضو وقل لي على سمير برضو ببص بالساعة في ايه يا ابني على سمير يعني ايه الشغل ايه ايه الكلمة اللي انت بتقول ده يعني ايه يعني الشغل كله عارف انك ما عندك الشغل ده احنا حتى مش عارفين المكتب ده فتحه ليه حلو قوي شفاق بقى لهزارك يا سمير انا بقى بص انا اتعلمش فيه ميش 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 بقى انا زيلت انت زيلت ليه؟ انا بقولك عن لداير ويعني انت جيت تقولي اللي داير لا انا جايف عايزك في موضوع مهم ايه بقى الموضوع؟ واناجي المكتب على الفاضي هادي ايه هو الموضوع يا سيد تفضل قول ابن ابن عمك؟ لا ابن خلك؟ ابن عميتي مالو ابن عميتك؟ كان عايزك في الموضوع لا 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 جايف بس شوية وهو اتأخر بس هو اتأخر وهو جايف ماشي ماشي خلاص اقولك على حاجة ريحك انا اقولي ايه اللي حصل ما بينك وعبرا ما ييجي ايه؟ قولي اللي حصل ما بينك لا الموضوع عايزه ييجي طبيعيabbس هو هايجي يعني يقولك يعني بس مشتقشتي هقولك موضوع ايه؟ موضوع إيه؟ الموضوع عايزه يمشي طبيعي انا فين القضية؟ مفيش قضية يعني ايه مفيش قضية؟ زي ما سمعت مفيش قضية نمول انت جايلي ليه؟ عشان انت صالحنا نعم؟ زي ما بيقولك الناس كتير واتصالح بمش معنا انا بقولك ايه؟ انت جاي عند محمي محترم يا أستاذ وهو إيه اللي خلاه مش محترم انت هتعمل اللي بتعمله كل يوم الفارق بس انك عرفت لا يا باشا أنا أصلاً اللي حاجات دي بتكون مسألة كده ما بينهم كده حاجة سطحية كده وهو حد قال حاجة ده انت سيد العقلين طيب قولي إيه اللي حصل ما بينكم الأرض مالك يا سمير فيه إيه مالك ما تتكلم استنى هقولك من عشرين سنة ايوه فتكر ارجع بزاكرة الورم من عشرين سنة ايوه من عشرين سنة سوانتم متخانقين من عشرين سنة وعيس جاي اجا صالحك وانا بقى دلوقتي لا 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 من عشرين سنة انا هحكي لك من الأول من عشرين سنة توفى عمي وجبنا عمي يعيش معنا في البيت وانا ساعدتها فروحة جداً لكن انا كنت شاي حابتين يعني كنت اعمل كل عاملة والتانية وارمية على محمود كان بتجي فيه لا ما بتجيش ركز بقى حاطر المهم امي كانت متعصابة منه على الآخر وهو يأه نا كان بيعامله معاملة كويسة جداً وانا كنت بغير شوية كنت بدخل مكتب واعمل كوارس في مكتب أبوية اكثر لمبة الأباجورة أرمي تشامع السجادة أكوب حبر على الورقة مهمة كده يعني كنت شاي جداً يا يعني شاي قوي قوي وبعدين إلا حصل كماً المهم يعني أنا كنت عادة صغير يعني المهم أبويا طفح بها يعني أبويا طفح بالكيلو ودى محمود عند عمتي يعني المهم ودى محمود ابن عمتك عند عمي ودى محمود عند عمتي اللي محدش في العلاء بيطيقها ودى محمود عند عمتي اللي محدش في العلاء كلها بيطيقها وفي يوم أنا رحت لعمتي ودخلت المطبخ مع محمود وكنا بنجيب حاجة من المطبخ كنت جاءنين لا 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 أنا وقعت يعني بنجيب حاجة يعني ما مش فاكر ايه يعني وقعت الكيتشن ماشين كسرتها ايه بس من غير مقصد كسرت الكيتشن من غير مقصد وبعدين وطبعا قلت انه قلت ان محمود يعني قلت ان محمود هو اللي كسرها انا كل ده قاعد عايز اعرف ايه اللي حصل بينك وبين ابن عمتك انا بويا مات امي ماتت انا مش عارف اكل مش عارف انام مش هو ده العدل مش هو ده العدل يا باس انا یعمح هو ده العدل مش هو ده الممثل اللي قلتى له هيمثل معايا مش هو ده الممثل اللي قلت له هيمثل معايا مش هو ده الممثل اللي قلت له هيمثل معايا احسن الاسادزة عما programmes انتعاد ليه امرح احاضي اعرف محمد غزي وانا مش عارف اعرف شكراً لكم محمود شكراً لكم ايه يونس محتوى بالمشهد عندنا ملاحظات انكتبت لكن هنشوفها خلال الحقوق بعد ما نشوف المشاهد التاني تيجي نطلع المشاهد التاني يا هاا يلا يلا طلعنا المشاهد التاني انت نبص فين فين انت بص هنا ليه يلا نطلع المشاهد التاني يلا نطلع المشاهد التاني يلا نطلع المشاهد التاني يلا نطلع المشاهد التاني